لطالما كانت ممارسة التزلج على الجليد وسيلة للطرفيه لدى ميسور الحال في لبنان لكن الانهيار المالي للدولة ألقى بمعظم السكان في براثن الفقر وجعل ممارسة هذه الرياضة أمرا عصيا للغاية اللهم إلا على فئة بسيطة جدا من الأثرياء ويقول منصور زوين أحد الممارسين للتزلج في منتجع شهير بلبنان إن الأمر يعتمد على عملة دخل الفرد بالنسبة لسكية عادة، لا يمكن أن يطلع فيه ويعملها بالنسبة للوضع، الوضع كان يقبض دولار بالنسبة له العكس أرخص من قبل والعالم كله تحب التزلج، تحب تجي تعمل سكية وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 لكن حتى بالنسبة للقادرين، فقد بدأوا يتحرون سبل التوفير لدى استمتاعهم بالتزلج ومنتج عمزار الذي يوفر مشاهد بانورامية على البحر المتوسط أسعار تذاكر التزلج فيه مدرجة بالدولار في بلد يحصل فيه الغالبية العظمى من السكان على رواتبهم وأجورهم بالليرة وبحسب موقع إلكتروني يذكر الأسعار فإن ممارسة التزلج طوال اليوم تكلف 35 دولار في الأيام العادية و50 دولار في عطلة نهاية الأسبوع ويعادل ذلك ما بين 700 ألف ومليون ليرا لبنانية وهو رقم يزيد على الحد الأدنى للأجور شهريا ويمثل جزءا كبيرا من متوسط الرواتب ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حيث تفرض البنوك قيودا صارمة على المبلغ الذي يسمح للمدخرين بسحبه الأمر الذي يضطر حتى من لديهم المال للتفكير مليا قبل إنفاقه موسيقى